وشايفك انك انت مستقر وشايفك انه انت برضه فيها بحس انه تلت كروت نجمعوا هدول مع بعض عشان انه انت عنيد. ممكن شايفك انه انت عنيد. انت شخص عنيد يا برج السرطان ممكن عاندت مع هذا الشخص. ايه وبرده انا شايفه انه هو كان حاسس معك برضه احساس انه كان حاسس معك بالاستقرار. كان حاسس حاله ملك كان ثابت. ايه كان يارف ايه وان يوجه خطوته بالزبط للاستقرار. فكان شايفك انك انت معطاء. لانه هانت شايف شخصيتك انت معطاء برضه. وانك طيب وحمول ومشارك مش طفولية مشارك حقيقية. كالطفل اللي لما يحكي لالام انا بحبك. المعناته صادق الطفل. وبيحب لانه الطفل بيعرفش يجزب. انه يعني يجزب على الشخص اللي هو بحبك وهو بحبهش. لما لما الطفل يروح لع شخص ويحكي له مسلا انت بتحب ان الطفل يكون خايف منه. بظهر مسلا ملاحب تظهر عليها الخوف وببعد عن هذا الشخص. فهو حاسك انك انت كالطفل حقيقي. يعني وكمان كانك كافة الطفل الموجود جديد. بتحملش اي حقد اي قرح لهذا الشخص. لأ نهائيا. وشافك انك انت قدمت له شيء حقيقي. عرض حقيقي. حب حقيقي. كنت معاه طيب لاخر درجة. وكنت ملطا وكنت كمان لما تعطيه الفكرة تعطيه هي بتعطيه بحب. مش تعطيه مسلا بعنف او بكبر. انك انت واو انت حلت له مشكلة. لأ. وكاني شاف لما انت تحلل له مشكلة تعطيه الحل بطريقة عفوية وبطريقة حب. وود. كاني شافك انت ودود كتير. يعني انت دائما بتحب تبدأ معاه. وبتحب تتطمن عليه. وشافك انك انت انسان بتحب تتطمن على انسان اللي بتحبه. الطيبة طبعتك دائما يعني توجه هذا الشخص للمسار الصح. هو شافك انه انت دائما كنت تتواجه بطيب. مش بكب يعني بانه انا خليتك تعمل كذا وكذا اشكرني. لا. انت كنت تتواجه له من محبتك الى. من حبك الى. هو شافك انك انت بعدين انت شخص اه موجك هادي. مش اه مش اه يعني اه عصبي او الايجو عندك عالي. هو شافه انه مش عندك ايجو او يعني الكرامة الزائدة. لأ انت يعني بتروح ومعندكش مشاكل نهائيا في الاصلوح. يعني بتصلح. اه يعني طيب من الداخل. هو شافك. يعني انت دائما بتبلش. يعني انت بتجيش. مثلا نحكي الفيتش. والنايت. النايت دائما بيجي عحصان واسك الكاسة قدامه. وممشي خطوة خطوة. اه شوي هيك ان هيني انا اجيت. وفتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا اه هللولي ان انا اجيت. وانت لأ انت بتيجي عجريك. كل طيب وخاطر. وبكل اه 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 تواضع. متواضع. ايوة انت متواضع. لما تشور عليه كنت تواضع تشور عليه. لما تبين وحبك كنت التواضع. كل تواضع تبين له كل شيء. شافك طيب طيب طيب. لدرجة اه مبالغية. شايف. هو شافك طيب. طيب لدرجة رائعة. شافك يعني انت اذا هو كان مسلا في غضب وفي كمة الغضب. انت بتططب عليه وتعرف تعطيه حلول بالطيب. وشافك انه انت روحاني جدا جدا جدا. طيبتك روحانينتك عالية. اه شافك انك انت كمان اه ازا هو مسلا سببك لك ازا انت بتظل اه متسامح. وبتترك الامور بالله. وشافك انت مؤمن بالله جدا. انت مؤمن بالله بعضاء الله. وانت دائما اه مؤمن انه الحياة هي او شافك خلال علاقته معاه شافك انك انت متساوي اه مؤمن في المساواة واعطاء الناس حقوقهم. زي ما انت بتاخد لازم تعطي. اه اه احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقة. وانت كن طرف ثالث. وهو كان طرف ثلاث عقوان. واحتمال انه شافك انك انت بتهتم بردو للماديات. بتحب تكون مستقر. ما بتحبش انه انت تحتاج حدا. بتحب تضل مستقر وما تطلب لحد اي معاونة. وصورة هي تعطي جدا جدا جدا. برج الاسد. برج الهضرة والاسد في المرة. طيب. بس هو زعلان هذا الشخص جدا من الله فرابة. هو عارف انه انت ذاتنا انه دخل طرف. احتمال هو من يولا من ناحيته ومش من ناحيتها. كما ان في حد عرض عليك الحب. لكنك انت خلص سكرت قلبك. لانه انت حسيت لنا الحب انت مش مؤمن في الحب. وانت مش حسس بامان داخلي او مش مؤمن لحدك. ييجي ناحيتك. انت قلقت قلبك. وخلص انت حكيت انا بالزيادة هيك خلص. اه تبت. اني انا لسه طالع من تجربة. فاحكيت مال انه يكون في حد عارض عليك الحب. وانت خايف تقبله. لانه انت مش مؤمن في الحب. فهو نقول لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب. انه الحب موجود. والتسامح. تنساش انه لازم سيت تسامح لان هالشخص كلهم ابدع فيك. زهق من الاخر. زهق وانتجرب فيه. يعني ان انت اكشفت حقيقته قلياتها. واماته من البرج كله. انه زي اه. فهق. خليك يعني جبت يعني اه. وصلت معك لمرحلة انه خلص. اتسامح. بكفي. انه لازم تحط الستوب. وتطلع من حياتك. انا حس انه انت اكتشفت انه هو في علاقة. طيب. اه شو نواياه? نواياه دفول والخط له دبعته التوقف صور. النواياه هي البداية الجديدة. اتبلش من الصفح. اتبلش. بداية بديدة. نواياه. بس شو هي البداية لان انا شوف اتش هي البداية. مش عارف كيف بداية. اتبلش بداية وبداي روح. الشخص هذا نواياه. يستقر. يستقر ماتيا. احتمال انه اللي بينكم كان مشروع. وهو ختلك في المشروع هذا. وانت كنت تعطيه هو ياخد. بس ما كانش يعطيه. فالشخص هذا نواياه. ما هو انه يقدم لك عرض. بس خليلنا اشوف اش خطوطه. يتشوف صورت. وانه بدي يتباعد. الشخص ادي يتباعد. بدي يتوازن. استقر. طب خلينا اشوف نص. الشخص هذا شنو اي من نحيه. نحيه ده برج السرطان. شايت. برجك انت. السرطان. العطرة بتبالي بتبالي عنديه. يتباعد الشخص. نواياه وخطوط انه يتباعد. الشخص هذا بدي يبلش رحلة جديدة في حياته. هي رحلة الاستقرار. وريلة انه يفوت بعلاقه يجرب علاقه اخرى. الشخص هذا بدي يشوف حياته. بدي يحيش لنفسه. بشكل الشخص مش مسؤول. الشخص هذا مش مسؤول. انا اشوف بس. مسؤول ان تزرك. انت من لا يا فكرة ما هوش لانه هو شايفك اللي هون كان عنا شايفك انه مستقر. عفكرة الشخص هذا بدي يباليش كده يجديده يستقر زيك. هو بدي يستقر زيك وصير طيوب زيك. وفي حالة وهادئ وكمان هو بده يباليش كده يباليش كده يستقر زيك. ويفرجيك انه قادر يبال يبده بداية جديدة لكن بديده عنك. ومش قربي معك. الشخص هذا يتباعد. يمسك على نفسه. ويتباعد. احتمال الشخص هذا يتباعد عشان انت تفلش معي. انت يا برجسور. بتقدمنا العرب. يستاطفك. انه عرفنا تطيب. مش رح تقدر تباعد عنه. واذا تباعد رح انت تخاف علي. وبدك تعرف يعني شو اخباره وليش. وليش تباعد اختفعه. تيختف الشخص هذا عشان انت. اللي تباليش انت. انت اللي تسأل عنه. وبتخليك تراقبه. بتعرف اخباره او بتعرف انه بلش بداية جديدة او تباعد عنه. energان. او تباعد عامك بعيدة كتير. اغير اتجاهن. يغير اتجاهن. اغير اتجاهن. بيباد. بيستكر. بيخلق عن موضوع مؤقتا. طب هم ما نقول انك فيهرب. انت شوف الليهرب الجديد. لانه فيه حب جديد. ونقول لك إنه السنة مداخلي بيجي لما إحنا نؤمن في الحب لما إحنا نقامل إنه في حب في الحياة يعني أجيد راح خلينا أشوف لك بس التمن كافت بل ما نسكر الحلقة لأنه مش عارف الشخص إلا كيف شخصيته يعني شخصيته مبينة مش مسؤول وبيحب يعمل نهفات يعني يعمل مقال إنه يتخبى فإنت تقلق عليه فإنت تروح تسأل عنه تمام؟ يعني مش إنه حلها بالحكم يعني هو عارف إنك إنت راح تقلق عليه وتسيكس يعني هو طب ونختفر؟ هو ليش تباعد؟ هو ممكن مريض ما بدي خليت تقلق عليه حاسوا إنه ما بقيتش طفولي تفكيره طفولي يعني ويعمل حينه عنيد ويباعد ويمسك نفسه كمالت الشخصة علاقات متعددة مارق بعلاقات كتير فهلا عارف إنه كيف يقدر يرجع العلاقة يعني مارق التجارب كتير فعارف إنه كيف يرجعك يعود يرجع اتجاهك لعنده هون بيحكو لك تذكر من أنت أنت طفل قوي ومحبوب من الله أنت محبة بالغاية أنت طفل محبوب تذكر أنه مين أنت؟ أنت طفل محبوب أنت شخص محبوب من الله ومحبوب للغاية لأنك أنت طيوب وقلت لك أنت لك الطفل يعني أنت هو شعبك الطفل شعرك صادقة زي الطوب العبيض نقيب ثم بيقول لك تذكر أنت مين؟ وإذا في حب حياتك جديد خده لأنه أنت بحاجة أنه تعمل أنه في حب طب هل هذا الشخص محبك؟ هو ومتحفز فيك جدا جدا مركز معي لكنه الشخص هذا بيعرفش يتصرف المواقف الصعبة في العلاقات فشو بيعمل بيهرب عشان أنت تنحق يعني بيخبي مشاعر وكل إشي عشان أنه أنت تتحنل لو ترجع يتشتوق لو ترجع مرحش بيه محبك جدا لك الشخص أنا أفنتك بيتقف كبس يعني أكتر من هيك يعني هو مخبّي حتى بدش يحكينا بيتش أحكيك بي يعني كاف اللي كشفتو عني ولا أحنا نعرف الشخص هذا بيحبك جدا جدا أنت بيحس معك الحرية وبحس حالة أن الطفل أو مدلل بحس حالة مدلل معيك وبحس أنك أنت بتفهم من نظر الدين يعني لما أنت تشوف عنيه بتفهمه طوالي وبتعطي المنساني شو بده فهو محتفظ فيك مشتاري من راسك حقيقي فخلينا نشوف أنت برج السرطان شو مشاعر أنت من ناحيتك أنت مكسور قلبك أنت تعبين جدا أنت في قومي بتعبك عشان يكون قولولك سامح وعشان تكتشف أن الحب موجود أنه لازم يتسامح عشان يكون في سلام داخلي عفوا لازم يتسامح وعشان يكون في سلام داخلي كمان أنه تؤمن في الحب أنه في حب أنت غالبان أنت مكسور قلبك أنت غالبانا يعني طيب هذا الشخص شو عمل فيك من الشيخ اللي حبينا على أقوة غازك غازك علاقة الشخص هذا شخص هذا غازك علاقة غازك بشي الماء وقص عليك كان قوس عليك قوس الحكم شخص دا كان قنص عليك جدا تكعطين خنوء بانك مش قادر تحكي ملتزم الصمت الشخص دا تسلط عليك لانه شفك ضيب الشخص هذا تعمى تكسر قلبك وانت بتعرف انه هو تعمى تكسر قلبك دخل طرف اخر عنك الشخص طرف اخر تلشاك واخد علاقة اخرى طرف اخر ثرثر عنك بكلام كان قاصي جدا بالنسبة لك كسر قلبك هذا الكلام او الموقف اللي شفته هو كسر قلبك وهو كان يعني قاصي معاك يعني بدون رحمة عاملك بدون رحمة برض برج السرطان او كأنه مثلا نحط لك بلوك وهرب حكي كلام كان قاصي جدا بالنسبة لك قصه على قلبك وشرد تعب وشرد ممكن حط لك بلوك وهرب فجأة انت حطيت البلوك وخلص انهائة الموضوع لانه قلبك منكسر خلص يعني جادل تتحمل اكتر من هيك خلينا اشوف اه حكينا احنا برج السرطان زي في برج السرطان بس اطع منكسرات القلب هاي خلينا نشط نصيحة من التالت اليك يا برج السرطان كنت شاهدنا ارمي المواضي ورا ظهرك فكر في حياتك و اطع من العلاقة التي هي هاي اذا انت كنت في علاقة التي هي اطع منها واتقدم خطوات لقدام في اشياء في نيلة جايك وانت محبوب منها الله وبس انت محتاج التسامح ومحتاج ان انت عشان تحس بالسلام داخلك واتمش لو قدام محتاج انك تؤمن في حب يعني انت احتمال بيجيك اشخاص وانت بتقول لك بديش انا بخاف يمكن بس اعجاب ويروح مثل الشخص اللي قبله فانت قدم لو قدام اترك كل شيء وراك وفكر في مستقبلك وفكر في نفسك تقدم فقط فكر في الايش اللي في ايدك انت في مشروع في شخص امامك في شيء فكر في عائلتك واذا انت حاسس ان العائلة هي مثلا تقيدتك ومش قادر تطلع مسؤول انت عن عائلة اطلع اكسر القاعدة وحب نفسك تخليش يعني حبك للاخرين يكون على نفسك يجي على نفسك فانت فانت بس قدم لو قدام اقرب الماضي وراك وفكر في مستقبلك في حياتك انت اقرب اقربنا طقاط مائية نورية وهوائية وترابية كل الطقاط موجودة فلك اه شكرا منكم يا برج السرطان ازا حبيبت تحكولي شو قصتك وش الشخص اللي سوا فيك وحكولي في التعليقات لان اشكلهم يعني جايب اخرك لالنهاية جايب معاك يعني انت تحملت فوق طاقتك بس عفكرة ده احكي لك ازا الشخص اللي تركك عشان طرف اخر فهو بنفسك عنا حاليا لكن انفصال قاسي حق قاسي يعني بمر فيه وهو عفكرة في هذا الانفصال تذكرك اه 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 تشوش انه كيف تركك وصار يقارن بينك وبان الشخص اللي نفس الانه فا ا